اعربت معالي سيدة فوزية بنت عبدالله زين الرئيسة مجلس النواب عن استعداد مملكة البحرين لاستضافة اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في عام 2023 مؤكدة تقديم طلب رسمي بشأن ذلك وأكدت معاليها أن خطوة استضافة أكبر تجمع برلماني عالمي تهيئت في ظل ما تشهد مملكة البحرين من بنية مؤسسية متطورة ونهضة ديمقراطية يشار إليها بالإشادة والتقدير وتجربة نيابية صاعدة تحققت بفضل الدعم لا محدود من جلالة الملك المفدى وذكرت معاليها أن مجلس النواب حريص على مد جسور التعاون مع البرلمانات الصديقة وتعزيز مسار العمل المشترك مع المؤسسات البرلمانية الدولية وأشارت معاليها إلى أن النهوض بالتعاون البرلماني الدولي وتوسعة أطر التكامل بين المؤسسات التشريعية يمثل أولوية للمجلس الوطني في مملكة البحرين وأكدت معاليها ضرورة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتوطيد العلاقات مع البرلمانات والاتحادات الصديقة في كافة المجالات وتبادل الخبرات والزيارات للاستفادة من التجارب التشريعية والرقابية المختلفة جاء ذلك خلال لقاء معالي رئيسة مجلس النواب سعادة السيد مارتين شونغينغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي والذي أكد بدوره امتلاك مملكة البحرين تجربة ديمقراطية وبرلمانية ثرية ورفيعة المستوى ويحتذى بها في المنطقة الأمر الذي أهل البحرين للحصول على العديد من الإنجازات المتميزة في المجال البرلماني اشتركوا في القناة